فقرة من هو لتتعرف على ممثلك المفضل وموضوع الفيديو عن من هو ناجات اشلار ولد ناجات في 28 فبراير سنة 72 باسطنبول هو ابن هاد وزهرة كما لديه شقيقتان هما نير وسيزر اكمل تعليمه حتى المرحلة الثانوية ورغم انه ناجح فيها وبدأ الدراسة في قسم التصوير في جامعة يلتز التقنية الا انه توقف عن تعليمه وذهب لتأدية خدمته العسكرية ثم بعد ان عاد منها عامل لبعض الوقت في التجارة وفي احد الايام وهو يتجول بمنطق التقسيم في اليوم العالمي للمسرح بتاريخ 27 مارس سنة 92 شاهد مقطوعة مود دانتون وهي تعرض على المسرح فقال لماذا لا اقوم بهذا العمل وشارك مباشرة في امتحان المعهد الموسيقي في ازكي شهر حيث ذهب مع عمه وفاز حينها بالمسابقة عاد بعدها مباشرة لاستنبول والتحق بالمعهد الموسيقي في جامعة معمار سنان وشارك في تلك الفترة في مسرح الدولة حتى تخرج منها سنة 95 وبعد تخرجه اسس مع اثنين من اصدقائه مسرح بعنوان مسرح الابطال وبدأ في كتابة القصص لمسرحياته اقرب صديق لناجات هو الممثل فكرة كوشكان طول ناجات هو متر واثنان وثمانون سنتيمتر وديانته الاسلام اصيب ناجات في سبتمبر 2013 عندما كان يؤدي دورا رئيسيا في مسلسل انتقام بمرض الصدفية وهو مرض جلدي شائع يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجل وكان قد شكل خطرا على حياته حيث نقل الى المستشفى في يناير 2014 ثم افاد الاطباء في 30 من يناير ان ناجات بدأ في الكلام اخيرا ناجات اشلار من عشاق نادي فانر بخشة تركي لكرة القدم وقد تم انتخابه سنة 2015 كرئيس لنادي فومش لوك في بودروم كما الف ناجات ثلاثة كتب وشارك في اجمالي 38 عملا بين افلام ومسلسلات حتى الان فازم خلالها على كثير من الجوائز نذكر منها افضل ممثل من جوائز سياد للسينما التركية سنة 2007 افضل ممثل من جوائز يشلشام سنة 2007 افضل ممثل من جوائز صدر الاشيك سنة 2015 وهذه قائمة ببعض الادوار التي ادها ناجات خلال مسيرته فيلم بعد السقوط سنة 99 دور اوكتاي في مسلسل قلب شجاع سنة 99 دور ايلهان في مسلسل عشق وغرور 2002 دور قدير في مسلسل وردة بيضاء سنة 2003 دور فكرة في فيلم كل شيء عن مصطفى سنة 2004 دور رمضان في فيلم حكاية اسطنبول 2005 دور دينيس في مسلسل عالية ما بين 2004-2006 دور سليم في فيلم فلحانة 2007 دور عالي في مسلسل ظهر السكين 2007-2008 دور اهنسار في فيلم فختنين 2010 دور كان في فيلم نادي الخاصرين 2011 وتم عمل جزء ثاني من هذا الفيلم سنة 2018 دور روزكار في مسلسل انتقام سنة 2013 دور ارجومانت في مسلسل بازاتشي من 2010-13 حيث يعتبر من اهم الادوار التي اداها وكانت شخصية لها شهرة كبيرة في تركيا لدرجة عمل لهذه الشخصية مسلسلا خاصا بها بعنوان الاحترام 2020 ايضا ادى نفس الدور في فيلم بازاتشي انقرة احترق سنة 2013 كما ادى دور دوغان في فيلم عواضا عنها 2016 دور بورا في مسلسل مسألة بودروم 2017 دور جعفر في فيلم سيد النوارس 2017 واخر ظهور له الى الان هو الدور الذي يؤدي حاليا شاتاي اردينت في مسلسل الحفرة ل2020 اذا هذه كانت ابرز المعلومات عن النجم ناجاة اشلار بهذا نلقاكم بخير في فيديو قادم والسلام عليكم